اليوم نفتح ملف كرة السلة في سوريا وهذا الملف طبعا مهم جدا نتحدث عنه دائما ولكن الحديث عنه معظم الأحيان بيكون لا يأتي بنهايات يعني بيضل حديث وبينتهي على أنه حديث هل هناك حالة معينة تفرض على كرة السلة أن لا تصل إلى مكان ملازم تصله خاصة أنه من يعمل بموضوع كرة السلة من يقف وراء من يتحدث بلسانهم أشخاص يعرفون تماما أدق التفاصيل ويعلمون تماما مواطن الخلل ويحاولون جاهدين على إصلاحها ومعالجة نحن نحكي بكثير أمور وكثير مواضيع مع ضيوفنا الكرام سواء الموجودين في السجل أو اللي رح نضموا لألنا على الهواء وأرحب بداية بالكابتن طريف قطرش عضو مجلس إدارة نادي الوحد الرياضي وعضو افتحات كرة السلة في سوريا أهلا وسهلا فيك كابتن طريف شرفتني أهلا أستاذ باسل بس لصحي أنا معني عضو مجلس إدارة صلي مستقيل سنتين ونصف بس حتى بس للمعلومة الشباب الأعداد يال طيب بدي رحب أيضا بالكابتن ماهر أبو هيلاني رئيس لجنة الحكام في اتحات كرة السلة في سوريا أهلا وسهلا فيك كابتن ماهر أهلا أستاذ باسل يسعد مساك ومساك كل متابعين المدينة شرفتوني وأول سؤال إذا سألنا كابتن طريف أن الوقت يلي مضى من الزمن إذا بتكون سموه زمنكم في كرة السلة لغاية اليوم إذا رسمناه على شكل خط بيان إحنا عم نحكي صاعد عم نحكي مستوي عم نحكي خط بيان ينازل شو عم نحكي بكرة السلة بالضبط صاعد أكيد في تطور يعني بكل معنى الكلمة في تطور والتطور واضح طبعا بعد كل هذه رياضة وفوز وخسارة ولكن الشغل اللي عم نشتغله هو فريق عمل هو جهد كتير كبير هو خلينا نقول في راحة كاملة من اتحات الرياضي العام تجاه هالمؤسسة فريق عمل اتحات كرة السلة كانت تقريبا فينا نقول ثلاثة شهر نتائج كانت جدا جدا مقبولة سبقة الزمن بكتير المشاكل اللي بتعنيها كرة السلة اليوم هي قديش صر الله بصراحة باسل أكتر من 11 سنة شو السبب برأيك إدارة الإدارة إدارة والإمكانيات والحرب ولكن انت عكل أحوال بأي عمل بتشتغله باسل تعرف انه انت في واقع معين نحنا في عنا حرب في عنا أزمة كلنا بنعرفه ما بدي حط شماع على هذا الموضوع أنا شخص اللي بيجي بحب لاقي الحلول واشتغل من ضمن الحلول وزا ما نجحت فورا بقدر بقول انه أنا خلي حدا غيري يجي يستلم ويكمل المشوار لأنه هي عملية ما بتتحمل نضيع وقت أكتر من هي برأيك في عنا شجاعة الشخص يقول انه أنا ما بقدر كمل أو ما رح أنا حضرتك بس قديش موجودين هاي النماذج هلا مو بس بالرياضة بكتير المفاصل ما أنا موجودة الناس برجع بقول يعني انت اليوم بعلم الإدارة بتعطي حالك مسافة زمنية أو مساحة زمنية معينة قدرت تحقق بتكمل ما قدر تحقق من الشجاعة تقول اني أنا ما قدر تكمل الطريقة اللي لازم أمشي فيه وخلي حدا لسلمه كل شي وراء بين إيدي وساعده ليكمل مهمة بشكل أوضال معي رح نضم لألنا على الهواء مدرب المنتخب السوري اليوم مع الأمريكي جوزيف ساليرنو مدرب منتخب سوريا لكرة السلي ومعي للترجمة أيضا لسهولة الحديث والمفردات الرياضية المنسق الأعلامي للمنتخب الكابتن هاني سكر كابتن هاني أهلا وسهلا فيك أهلا فيك ومساعد خير لكل اللي عم يتمعونا يسعد مساك في دورة للمدربين السوريين عم يأشرف عليها المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو هو معك هلأ صح؟ يس المدرب هلأ موجود معي طبعا إحنا دورة المدربين هي انتهت لكن نحن في حاليا في عنا درس نظر إلى الفريق أتأخرنا شوي حتى نكون معكم بالمدينة وأكيد نتشرف نكون معكم بالنسبة سعيدين خليني يسأل من خلالك يعني المدرب جوزيف ساليرنو كيف بيوسف المستوى مستوى المنتخب السوري كيف تجدت أن تجدت أن تجدت بسكتبول في سيريا المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو الآن؟ من بعد النفذ الثاني والمعسكرات الماضية واللعبين صاروا جاهزين بأنه يعملوا معسكر تنافسي وفيه صعوبة ومستوى على نقاط الضعف الموجودة بكرة سلية عموما والذي ممكن ساليرنو بيكون استشفى من خلال التواصل اليومي وين شايف نقاط الضعف تماما ما هي المدرب الأمريكي في السيريان باكتبول في عموما أعتقد أن المدرب الأمريكي هو المدرب الأمريكي من كل مدرب الأمريكي أعتقد أن هذا ومدرب الأمريكي يتعلم بأنهم يمكنهم يمكنهم في المدرب الأمريكي هؤلاء دعونا هؤلاء دعونا هؤلاء دعونا هؤلاء دعونا هؤلاء دعونا لذلك أبدأ مع الفتاة الناسية ونحن نحن في المطلق في بعض الأمريكي أعتقد أن أكثر شيء هو موضوع تطوير المهارات الفردية بالنسبة للعبين وفيه لنا كمان موضوع ثقة اللاعب بأنه يستطيع أن ينفع على المستوى الضوالي نحن هون من خلال المنتخب يتم العمل حتى نحن نطور هالناحيتين ونشتغل عليهم بالتحديد عن الضعبين الفريق إذا سألتوا أيضا عن الأمور الإدارية أو التنظيمية هل ممكن يعني بعيدا عن المهارة هل واجه أي مشكلة هل عنده أي رأي ممكن يقوله هل توجد أي مشكلة من المشكلة عن المشكلة أو أي شيء ليست عن المشكلة بسكتبال لا أعني لأن المشكلة بسكتبال 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 بالترجمات بالترجمات الفيهو ويجنسي بسكتبال حينما لنطورنا نحن نطور وليس بدأت بسكتبال ويعمل أنه عم يقول أنه ما لا مشكلة وكان العمل كتير ممتاز مع التحاد كرة السلة ومع الكافتان طريف بطراش الجهد اللي عم عملوه من خلال الصلاة أو التنظيم أو عمليات المحاولة تطوير كرة السلة بسوريا هي كلها كانت مشاريع كتير حلوة وهو مبسوط بإنه عم يشوف هذا الشغل وموجود معه في تعليق للكابتن طريف عم يسمعك كوتش my best regard this is our duty toward our country so we appreciate to have you here we appreciate your help just I wanna say this few words then I go back to باسر أكيد وعم يتشكر الكوتش وعم بقيله أنه منقدر وجودك معنا وعم نعمل واجبنا فأنا بشكرك أيضا كابتن هاني سكر ومن خلالك تحية أيضا للمدرب جوزيف ساليرنو شكرا لأنظماء بكل ألنا وما رحنا أخذ من وقت تدريباتكم أكتر من هيك قبل ما أنتقل عند أو نسأل السؤال هلأ التالي بس قال المدرب أنه ما عنده أي مشاكل إدارية الأمور منيحة في تعاون فيه طبعا شو عم نحكي مازال المشاكل الإدارية واضح أنه من موجودة نحلت كلها نحلينا كلها برجع بقول فيه اتحاد رياضي عام عم بقدم إمكانيات فيه أشخاص مناسبة فيه مكان مناسب فيه فريق عمل عم بحيط هذا المنتخب فيه أشخاص على الأرض عم تشتغل تزليل كافة العقبات وكل الصعوبات ونحنا الخطوة الأولى أنا أكتربح إيران بفترة زمنية قصيرة هذا لا يعني لا يعني إنه نحنا كل أمورنا انتهت هاي رياضة فيها فوز وخسارة عطول بيتل عندك مشاكل صغيرة باسل ولكن نحنا كل أمورنا إذا مخطت صح منشتغل صح منحط الأشخاص صح أكيد الصعوبات كلها بتروح كابتن ماهر قديش بتشوف إنه ضيعنا وقت قبل ما نبلش نحل المشاكل واللي بلشت نتائجة تبين بسرعة هلأ نحنا ما من نقول ضيعنا وقت بمعنى ضيعنا وقت بس اليوم أنا بشوف في احترافية استاذ باسل كانت بإدارة ملف سوري بإدارة ملف المنتخب من قبل الكابتن ضريف اللي هو رئيس لجنة المنتخب عضو اتحاد السلام وقت مشرف لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة المنتخبات الوطنية كابتن أنور عبد الحي وجود كابتن محمد أبو سعدة الدعم الكامل كان طبعا من الاستاذ علاء جوخش رئيس الاتحاد مؤقت وعضو المكتب التنفيذي والدعم الكامل اللي كان موجود من الاستاذ فراسم علا ضيعنا وقت كانت البلد ظروفها مانا كتير منيحة ما كان في حلول موجودة بين ايدين الاتحاد السابق طبعا هاد اللي شفته أنا كان فيه امكانيات إنه نحنا اليوم متل ما بيقولوا يعني كان لازم يكون فيه أفضل من هيك اليوم وجود على رأس الهلم السلوي بسوريا خبرات كرة السلة بسوريا وأسماءها بالجولدن دايزي يعني بالأيام الدهبية قدرت تزلل كل الصعوبات قدرت تأخذ لا تستطيع تزلل لأنه هي قادرة تأثر من يعني خلينا بس من شان يعني اليوم عم تحكي باسمين هن النجوم واسمين هن يعني كبار بكرة السلة و بنفس الوقت يعني عندهم علاقاتهم و عندهم ثقلون و عندهم الناس ياللي بتآمن انه رأيهم صح و بتستشيرهم خاصة باختصاصهم يعني هذا الشيء قديش لو كانوا أشخاص عاديين يعني أنا رح عطيك مثال استاذ باسل ليست كل المستمعين من المدينة يسمعوا هذا الكلام يلي هو كلام أنا اليوم كريس لجنة حكام أنا كعملي كأحد يعني أنا من جسم اتحاد كرة السلة و ليس بأندية أو بفروع رياضية بيشتغل اليوم تقدر أنت تجيب لاعب أرجنتيني من أصول سورية وتأمن موافقة الفيبة خلال عشر ديام ليشارك هذا اللاعب مع المنتخب بالنافزة التالتة فأنت اليوم معناته عم تشتغل على مستوى عالي جدا من الحرفية و كتير كبير وبالتالي لما هي أصعب شيء أنه أنت تاخد موافقة الفيبة على لاعب أصوله سورية هو لعبان بالدوري الأرجنتيني ولعبان لمنتخب الأرجنتيني للشباب فأنت وقدر تجيب موافقة الفيبة ويكون موجود بالنافزة التاتة أنا برأيي اليوم لا يوجد صعوبات بعمل المنتخب اليوم بقي نحنا عنا نلعب نربح إن شاء الله ورايحين عنا على ربح قطر والسعودية ونرجع إن شاء الله فرحانين ومتأهلين لك أساسيا يعني حلو هذا التفاول لنا زمان ما سمعناه بالرياضة كتير يعني هذا النفس المتفائل نفس النفس عندك يا عكب من الطريق أكيد بس برجع أقول نحنا فابيا أنا صلي تقريبا شهرين متواصل معه من خلال لجنة المغتربين اللاعبين المغتربين امتحات السلة نحنا أخذنا موافقة الفيبة كان أبروف ولكن هلأ في عنا أشكال صغيرة أنه هن بدون يعتبرونا كمجنس ولا لاعب لوكل فهذا الشي العقبي هللي يزاهر أنتوا بأي بالمراحل الأخيرة أنا بديعه لوكل لوكل طبعا يعني لاعب محلي ما ينحسي بأنه تقدمت لاعب لا لا بالقانون بالقانون الاتحاد الأسوى بيحل لك تساهل يكون عندك مجنس مجنس واحد نحنا عنا جورج كيل جاهز هلأ أنا اليوم عم بدعم الصفوف باللاعبين أنا ما عم جيب مجنس أنا عم بستعيد الجنسية هل أسماء يلي فعلا ممكن واحد يستفيد منها ليش هلأ مؤخرا بلشنا أن ننتبه له لأنه باسل في شغل يعني أنت اليوم أنا اليوم هذا العمل ما بقدر حيطه لطريف قطرش فقط رئيستي حتكرة تسلي على لجنة المغتربين عندي فريق عمل بتألف من 11 شخص هني خارج القطر بس أنا فعلت هاي اللجنة آمنت فيها ساهمت ساعدت أعطيت المساحة بنختلف كتير ولكن موقت بيجي على القرار الفني ما بخلي حدا يتدخل اليوم القرار الفني الوحيد اللي بيقدر الداخل فيه هو المدرب المدرب حصرا 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 مدرب نحن مستشار ومنعطي رأينا ولكن أنا إذا السفينة بدي قودها قبطانين بتفشل القبطان هو الكوتش هو اللي بتحمل المسؤولية أنا واجبي أعطي كل المساحة اللي هو بيرتاح فيها بس ديكون عندي ثقة فيه عندي إيمان فيه عودة هذا شغل لجنة المختربين والمختلفين بسوريا عم تلاقوا تجاوب مع اللاعبين كتير بس أنا أجانب في رغبة يعني عندي 28 لاعب سوري تحت الضرب أصولا سورية ولكن أنا خلال فترة زمنية بس ما فيني غير كل الخارطة ده تغير شوي فيه لعبين صغار ممكن يكونوا بلعبين الفئة العمرية الأقل بس عندي 28 لاعب تحت الضرب شغل زين صار فيه تواصل وفيه كيميا وعملنا فيديو خصوصي لللاعبين المغتربين وشجامين فيه تسهيلات إذا مغترب بدو يرجع بدو يعب مية بالمية مية بالمية عندي فيه تسهيلات مية بالمية وأنا أخذ هاي التسهيلات من القيادة عطيتني الصلاحية بس لكن فيه إيمان فيه ثقة وفيه صراحة يعني كمان أنا بدي ناس حابة تقاتل بشان البلد حابة تلعب لهذا البلد حابة يكون عندها طموح أنه تمثل منتخب البلد إنه هذا حيفا أسهمة بالغانية اللي هي عم تلعب فيها فأكيد عندنا التسهيلات الكاملة أنت حكيت نقطة كثير من العلاقات كثير مهمة ولكن إيمان هاي الأشخاص بهالشخص اللي عم بتعطيها المسؤولية كبير فأنت لازم تكون أدهي السق بكل أحوال أيضا للمختصين يعني بتمنى وإذا فيه لعبين مثلا أو إداريين بيحبوا يشاركوا بهذا الحوار يطرحوا موضوع يطرحوا فكرة يوجهوا أي سؤال أتمنى التواصل معنا على الرقم الأرضي أربعة أربعة ستة أربعة ثلاثة صفار وإذا عم تطسوا من خارج سوريا زيدوا الرقم صفر حد عشر إذا حكينا كابتن على موضوع التحكيم في سوريا كابتن ماهر قديش بتشوف أنه شفت بكرة القدم موضوع التحكيم أوقات كثير بيغير يعني في جبهات تفتح بسبب موضوع التحكيم بكرة السلة كيف توصف الوضع؟ هلأ نحنا من ألفين وتناعش لألفين وتمنطعش ما تبع حكامنا ولا أي دورة تطويرية ولا أي ولا أي ووركشوب خلينا نقول عن شي صار جديد تحكيم اختلف كتير حول العالم ونحنا اليوم عم نحاول نلحق نواكب ما حدث حول العالم تحكيم ممكن بمكان من الأماكن يضر المباراة لكن فيه بضمن سلسة التعليم الفيبة اللي هي الاتحاد دولي لكرة السلة بيقلك أخطاء الحكام هي جزء من المباراة بالنهاية لعبة كرة السلة يعني وكأنه شيء طبيعي طبعا لعبة كرة السلة هي ما نمتل كرة القدم يعني نوعا ما تحكيم كرة السلة ملعب 28 متر ب15 فيهو 10 أشخاص عم يربدو معهم 3 حكام 13 شخص عم يربدو فالاحتكاك بدو يكون كتير والمساحات ديئة والحكام بدو ياخد قراره بجزء من الثاني ولا يعني بجزء من الثاني بدو ياخد قرار هل هو فاول أو مو فاول هل هو خطأ مشي أو لا يعني اليوم كتير موضوع التحكيم موضوع صعب نحن اليوم خلال فترة عمل خليني يقول أنا ب2018 أجيت كرئيس لجنة حكام خلال ثلاث سنوات عم نحاول قدر الإمكان نقدر نرجع نرفع مستوى التحكيم تبعنا ليصل لمكانه الطبيعي نحن حكامنا من أفضل حكام الزون طول عمرنا حكامنا بمثلونا خارجيا ويطلبوا بالاسم للمباريات الخارجية عم نرجع شوي شوي لمستوانا اليوم مستوانا فينا نقول ستين بالمية قدرنا نتعافى من خلال طرح أفكار جديدة وتعليم جديد طريقة تعليم جديدة ستين بالمية قدرنا بلشنا نوقف عجرينا لسه أمامنا عنا خطة عمل طويلة ما راح تكون بيوم وليلة أساسيات التعلم أستاذ باسم موضوع التعليم هو من أصعب المهن بالعالم أنت اليوم قد تجي شخص باني بعقله أنه هاي الحالة إذا صارت هيك بتتصفر فاول فاول تتغير البيز أنت تغير الأساس هذا الشخص بده وقت ليتعود عليها ويرجع يحفظها مثل زيرو ستيب مسلا يلي هي خطوة المشي اللي بيسمحوها بالليأب بالسلم الحكم بده فترة ليتعود عليها لأنه هو صار له عشر سنين بيعرف أنه السلم بكرة السلة أو الليأب هو واحد اتنين وعلى الباسكت سوفي تفاصيل كتير اليوم نحنا اليوم بمكان الدورة اللي صارت قديش ممكن تكون عاملة تردم لهي الفجوة كل معسكر عم بيصير نحنا طبعا كل سنة في عنا معسكرين قبل بداية الموسم وبين الزهاب والهياب نوعا ما منرجع من نوقف على أخطائنا وين أخطائنا وين أصبنا شو إيجابياتنا لنطورها شو الأخطاء اللي ارتكبناها لنعالجها هلأ للحق يقال بعام 2020 هايكون نقطة تحول تاريخية بتاريخ التحكيم بكرة السلة بسوريا لأنه قدرنا عن طريق الاتحاد كرة السلة المؤقتة طبعا بما فائد أستاذ في رأس أنه نرفع عجور التحكيم لشي يطبق مقولة تبناها تبنتها لجنة الحكام الرئيسية في سوريا هي جاي من الاتحاد الدولي أنه تحكيم هو مهنة وليس هواية اليوم أنت ما بتقدر تكون شاي تتسلى بالملعب كحكام أو تمارس هوايتك وفي فرق تعتقد هذا جزء أيضا من الشي اللي كان لازم يصير من الزمان أكيد طبعا طبعا اليوم نحنا يعني سابقا كان حكمنا ياخد ستة آلاف ليرة على المباراة سابقا هلا بألفون وتساطعش يعني نحنا لألفين وعشرين لصار إجرة الحكام الدولي تقدر أنه هو اليوم خلال الشهر يجي وارد مالي يشعر بنفسه أنه هو اليوم عم يجي وارد مالي من مهنة محترمة موجودة هلا النقطة الثانية أنت صار فيك تحاسب أستاذ باسل يعني اليوم أنت وقت اللي عم تخطئ سوري أنت اليوم تعتبر كحكم من جسم اتحاد قرية السلة فأنت موظف كأنك اتحاد قرية السلة صار فيني حاسبك أنا بالأول كنت عمله للحكم روح على حلاب حكم وهي ستة آلاف ليرة إجرة المباراة وطنعشر ألف إذن سفر طمانتعشر ألف يرجع مكسور على خمسة آلاف الحكم سو لا اليوم في نقلة واضحة بعمل الحكام باتحاد قرية السلة بالإضافة إلى اليوم اتحاد قرية السلة أمن كل وسائل الاتصال مع الاتحاد الدولي يلي هي اليوم نحن صرنا إذا بتلاحظ أخذنا موافقات بمعسكر المنتخب بكازان طليح حكمين من الحكام الشباب الصغار الجداد الصغار بالعمر عم نحكي هلأ على قطر رايح كمان حكمين مع المنتخب اليوم الحكام خصوصي للصغار بالعمر صار عندهم الحافز أنه نحن عم نرجع على الطريقة السكة الصحيحة هلأ نتيجة هاي خلينا نقول التغييرات اللي صارت نحن بالمعسكر الماضي إجانا تمان حكام جداد كنا بالأول سنة كلها نتعب لنلاقي حكم واحد لأنه كانت وجهة اللاعبين والإداريين دائماً وجهة اللاعبين هي يصير إدارية يصير مدرب اليوم إجانا دفع وحدة تمان حكام سوى معناته نحن على الطريق الصح عم نشتغل بالطريقة الصحيحة موضوع البنى التحتية كابتن الطريف يعني هاي كمان ظاهرة أو شيء أساسي جداً اليوم إذا بدنا نحكي عن التمرين بدنا نحكي عن المعسكرات بدنا نحكي عن بنا تحتية دفعنا نحكي عن تطور موازي للشيء اللي عم تفضلوا فيه ولكن على صعيد الصلاة أنا بس فيني أرجع نقول هالشخص ماهر أبو هيلاني طبعاً بسمر كبير كل الاحترام عم بيعمل جهد كتير كبير وإيماناً مننا كاتحاد بهذا الشخص بنعطى المساحة اللي هو بدي إياها وأنا سأحكي لو على هو لو هو ما بيحب هذا الظلم يدفع من جيبته ليأمن كتير شغلات وهذا قيمة مضافة لأتحاد كوريتسلي كلنا لازم نركض على هيك أشخاص قادرين يساهموا ويساعدوا ويرفعوا بالسوية عودة على السؤال نحنا النقطة الأضعف في سوريا هي حالاً من البنية التحتية بكل مجالاتها لعبة كوريتسلي استاذ باسل هي لعبة صالات مغلقة وليست باحات مفتوحة اليوم إذا مروح على لبنان البلد القريب الجار الصديق الأخ منلاقي في أكتر من مئة صالة مغلقة إن كان بالمدارس جامعة أندي نحنا بدمشق العاصمة في عنا ثلاث صالات رسمية في منهم اتنين ما بيشتغلوا في واحدة هي الفيحاء اللي فيها صالة اتنين عم نشتغل عليها وفي صالة نادي الوحدة وصالة نادي الجيش ولكن كل شي نشغل بالبنية التحتية السابقة كان في نوع من الفساد الكبير هاللي هو هالصلاة ما طلعت بالصورة هاللي نحنا بدناها طلعت صورة حلوة ولكن ليست جميلة يعني بقصد بالنوعية تماما نحنا اليوم لتطور اللعبة أحد أهم مفاصل اللعبة هي البنية التحتية وهذا فيه شغل هاللي عم بيشغل المشكلة وين أستاذ باسل اليوم أنا ما عد بهمني كدولة اليوم ساوي مدن رياضية أنا مع هنجارات رياضية الهنجارات بتخدم الألعاب أكتر كلفة أقل وتعطينا الشيء اللي بدنا فأتمنى وهذا لازم يكون المشروع قائم كل نادي بسوريا لازم يكون عنده هنجار يليق وهي ملتي بيربوس بقدر تستعمل لكل هندبول كرة سلة نحن ما لنا بحاجة للمدرجات كتمارين وبيكون فيه مدن رياضية أساسية هي اللي بتستضيف البطولات هيك بتخفف ضغط على الاتحاد الرياضي العام وبتعطي مساحة أكتر للأندية وبتستقطب أكتر لعبين نحن طالما البنية التحتية بهذا الشكل نحن واقعنا التحرك فيه بطيء الميزة اللي نمتاز فيها عن باقي الدول باستصناء مصر هي الخامة الموجودة بسوريا هي موجودة عنا من الخامات بطير العقل والإمكانيات البشرية بطير العقل بدلا ما بدنا عشر سنين بيكون بدنا خمس سنين لو فيه صالات بيكون بدنا سنتين فنحن النقطة الأهمها اللي تفضلت فيها بالإضافة لازم يجيب أكاديميات كوريتسلي إذا بنا نطور اللعبة بشكل اللعب هو تطور عمليا احتكاك وتمرين ومعسكرات وموهبة طبعا موهبة بس الموهبة بتكون موجودة بداية بالموهبة ولكن بأماكن أخرى في العالم فيه طرق أخرى لأنه يتطور اللعب وهذا الشيء اللي يستثمر فيه اللعب لا يوصل لما كان يصير هو بحد ذاته يعني نجم نجم صح قديش بعادة عن فكرة أنه يكون فيه مثل ما تفضلت أكاديميات لتطوير المهارة أو الأداء نحن بحاجة لإبعاد كل شيء وهمي عن رياضتنا بمعنى نحن في عنا مراكز تدريبية بين قوسين هاي المراكز التدريبية هي لازم ننساها ونشيلها من قاموسنا لأنه هاي المراكز التدريبية ما بتخدم حقيقة رياضة اللي نحن بدنا إياها هي مين عم يشرف عليها اتحاد رياضي أو المنظمات الشعبية أوه على هو جهد كفكر كتير منيح التطبيع على أرض الواقع كتير سيء فنحن بحاجة لأكاديميات لمختصين لمدربين عفوا بس نحن شو عملنا باسل عنا مدرب أميركي بياخد خمسة آلاف خمس مئة دولار بالشهر وهو مدرب منتخب وطن وقت إجا لهون طلبت منه نساوي دورة للمدربين فكان هو كتير مبسوط مرتاح قلت له بنا نشوف دورة المدربين تطبق على الواقع تمارين المنتخب الوطني يعني عنا دروس نظرية ودروس عملية ليومين الفكرة أنا ما تخيلت هذا الإقبال هلي هلي صار إجانا خمسة وتسعين لا بين مئة وعشرة وخمسة وتسعين مدرب الغاية كانت اللي كنت أنا عم بنشره هو إرسال رسالة لهالمدربين كيف عم نشتغل مع المنتخب الوطني كيف المدرب المحترف بيشتغل وإذا قدرنا نعلمهم عشرة أو عشرين بالمية أو نشارك المعلومات نحن نتعلم منهم لأنه كمان عملنا خطوة كتير كتير مهمة وكتير يمكن كمان الكابتن ماهر استفاد بهذا الموضوع وجبنا الحكام عمل دورة للحكام وطبقنا على المدربين الأندية شو عم بيصير بالتحكيم الجديد فهو أعمالية فكر وإدارة اليوم مو بس الإمكانيات المادية هي كل شيء وقدرنا نحط الإدارة مع الإمكانيات الموجودة على الأرض وهي موجودة على طول ولكن استغلها صح نحن للأسف ما هم استغلها صح طيب إذا رجعت لموضوع الصالات أو تطوير المنشآت الرياضية دور اتحاد كرة السلة شو عم يكون صفر ما له دور لأنه نحن في تركيبة بالاتحاد الرياضي العام في عنا المكتب التنفيذي في مكتب المنشآت الاتحاد الرياضي العام دوره فقط هو صالات الدولة مو صالات الأندية ومعظم الأندية باسل هي أندية فقيرة أو أندية غير منظمة إداريا لتكون أندية محترفة فما عند أمكانية تساوي هسا والدولة بوضع الحرب هاللي مرينا فيه نحن صار وضع كتير صعب انه فيه أولويات تنصرفها المصاري بالإرنش صح مشان هيك عم بقول على الهنجار الهنجار قيمة أقل بيمكن بقيمة 8 شعب 10% يعني نحن في دراسة سابقة مو هل على سعر الدولار 30 مليون لل40 مليون كان فيك تساوي هنجار بتقدير تساوي فيه وأنا برأي أدما مكتر هدول الهنجارات بالأندية وخاصة في الريف بتحسي الأندية ممكن تتجاوب مع هذه الفكرة مليون بالمية مليون بالمية باسل عن نخامات بالطير العاد والرياضة هلأ ما نقاعدة ولكن تطلع من الأماكن الفقيرة فأنت بحاجة كل الريف والمدينة تساوي هنجارات حتشوف بدال وهي كمان رسالة يعني اليوم بدال ولدنا ما يروح يقضي وقته على الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وما بعرف ممكن نعبي وقت نخلي هالطاقات نستعملها بشكل إيجابي لترفض مجتمعنا بخامات كتير عودل عند حضرتك كمان كابتن ماهر إذا تحدثت عن التطور حكيت عن الشق المادي قبل شوية عند الحكام وقدي هذا الموضوع بيفرق يعني ولو أنه ما سألتك قديش الاختلاف صار يعني 25 ألف نل 6 ألف لل 25 ألف إذا سألنا عن الأمور التنظيمية الخاصة بالحكام هل من أمور أيضا ممكن الحديث عن نقاط خلل يجب معالجته هلأ كان سوري كان سابقا نحن عنا حكام بالاتحاد الدولي ما بقى في شي اسمه تصنيف ما في حكم درجة أولى ثانية ثالثة في عنا شي اسمه حكم دولي على الشارة يلي نحن عنا بسوريا كان بدورة 2019 2021 وسامزين وعليا الياسين هلأ تخيل ربح منتخبنا على إيران مبارا وحدة ربحناها على إيران نط تصنيفنا من الخمسة وتسعين للتسعة وتمانين أما نحونا حكم تالت عشارة دولية فنحن عنا بهي الدورة وحسب الاختبارات لإجراءة لجنة الحكام دولي قاسم الحموي دولي وسامزين دولية علي الياسين عشارة دولية وكان عنا لسه مقعد رابع فينا نشغله لحكمة أنسى بس للأسف ما كان في حدا مجهز بسوريا وهذا سؤال تالي يعني ممكن نسأله عن موضوع طبعا هلأ نحن إذا نلاحظ المعسكر الماضي نحن هذا الحديث قبل ثلاثة شهور المعسكر الماضي للاستدراك فورا استدعينا كل حكمات الطاولة طبعا مو بكل المحافظات يلي بناء على إجانا فيدباك من لجنة الحكام الرئيسية مشاهداتهم المحافظات هدول الحكمات ممكن يتطوروا ويصيروا حكمات ساحة فاستدعيناهم على المعسكر اللي يكونوا موجودين نقدر نتطورهم بسوريا عودة للدرجات عنا أولى تانية تالتي هلأ حاليا ما عنا حدا تالتي بسوريا فقط اللي بينتسب جديد هو حكم درجة تالتي بالفيبا كل مرحلة سنتين سنتين ما عدا من الأولى للدولي بده يأكل الوقت يلي هو بيمنحنا يا الاتحاد الدولي حسب تصنيفنا وبالتالي حسب تصنيفنا نحن اليوم بسوريا عنا أربع سبوت أربع مقاعد اثنين شباب واثنين صبايا مستقبل إن شاء الله هلأ بس نروح على قطر نربح اللعبتين ونرجع راح يعلى تصنيفنا ينزل تحت التسعة وثمانين كل ما زاد تصنيفنا كل ما زادوا عدد حكامنا عشارة دولية كان سابقا يجي مندوب الاتحاد الدولي يجتمعوا الحكام عشرين حكام ينجح خمسة ستة سبعة ثمانية ويروح فصار عندك حول العالم ثلاثة أربعة آلاف حكام دولي اللي مناح منهم ميتين وهذا شيء يعني ما مهم العدد بالنتيجة كانوا يعتمدوا على الكم هنين هلأ لا ما بقى فيه كم اليوم الحكام إذا فريقه تصنيف منتخب الوطني تبع بلده هو بيحدد كم سبوت راح ياخد الحكام بيروح بيتجرب بسفرة خارجية وحدة إن كان مانو على الليفل اللي كويس فمبعد يستدعو بيلونه لسوريا انتوا خسرتوا هات السبوت أو للبلد ما بيستبدل خلاص بيروح تماما بيلغو فورا فمشان هيك كتير حريصين نحن تنظيميا بإنه يكون وضع حكامنا جيد أمور منيحة يعني السي في تبعهم تكون قوية لأنه اليوم أي مشاركة لأي حكام من سوريا ببطولة قارية يعني هلأ نحن إن شاء الله بس نروح كأس آسيا بـ 2021 إذا بيستدعى واحد من حكامنا لثلاتة كمان فورا يعطونا شارة رابعة فهذا الموضوع التنظيمي للحكام الدولين كتير صار يعني مربوط بالفيبة بشكل حصري بحيس إنه هنه ما بدهم حكام بس إنه يلا أوكي سافر فلان أو إجا فلان أو طلع لمشاركة خارجية بيرجع بعد الفيبة بعد بيجيك الحكام الدولين الخبرات السابقين بعدين عندهم درجة أولى ومتعلم ما بقى في شيء اسمه درجات نحن عم نشتغل نروح بهذا الاتجاه نحاول قدر الإمكان كل حكامنا نرفعه على الدرجة الأولى الحكام الجداد رح يسميون بمحلنا المحلات تنظيميا عم نتابع أول بأول وضع الحكام من مبدأ الثواب والعقاب يعني اليوم الحكم اللي عم يأنجز طبعا مشكور اتحاد كله التسلة عم يصرف مكافآت الحكم اللي عم يأخطئ عم يتعاقب نحن اليوم صدر قرار اتحاد كله التسلة بعقوبة حكم ومراقب وحكم طاولة حكمين طاولة يقاف خمسة عشر يوم لأنهم أخطئوا بالتسجيل لاستمارة التسجيل فهذا الموضوع اليوم ما عاد يعني القصة ما عادت هي أنه نحن عم نمشي شغل لا اليوم في عمل احترافي كل مفاصل اللعبة بدأت تكون محترفة والحكام هنن يعني أساس بهذا الموضوع قديش كابتن طريف وجود الصفافات إذا بدك سميها داخل كرة السلة في سوريا آراء مختلفة وكل يعني عدة فرق كل فريق له رأي وحتى نفس المشكلة بيخلاف على سببه بس بكرة السلة لا هاي جزء من جزء من الموضوع ثقافة المجتمع ثقافة المجتمع اليوم على كرة السلة دائمة كبيرة كتير وسيئة بس قديش عم تنعكس تنعكس بشكل سلبي لأنه أستاذ باس أنا خليني حكيك بصراحة اليوم في هزوم كتير كبير عن منتخب الوطني غير معلان من طرف مين مين له مصلحة كابتن طريف اليوم كتير ناس إنه بهذا الوقت يلي عم ينحكي فيه عن إنجازات وعن تطور ملموس ما عم نحكي ب مين له مصلحة يضرب كل إنسان فاشل بيحب الفشل لغيره وكل إنسان فاشل ما بيحب يشوف حدا ينجح غيره هذا بطبيعة نحنا ما منحب الناس الناشحين للأسف هلا الصفافات موجودة الإنسان القوي يعمل ضمن هذه الصفافات ويفرض نحنا فرضنا حالة اليوم على المنتخب هي خلت كل الناس تحترم هالي عم يشتغل بطبيعة الحال في ناس مالماء وفي ناس ماء هذا بطبيعة الحال إذا تشتغل بهذا الجوع عطول بحياتك بس هو ما نجو مؤسساتي عملي أبدا لا ما عنا جو مؤسساتي لسبب لا يجوز لاتحاد غير محترف أن يقود رياضة محترفة وهي واحدة من أخطاء القاتلة في رياضتنا وخاصة كرة القدم كرة السلي وإنتي بدأ عندما يكون اللعبة محترفة لازم يقودوا هاي اللعبة أني محترفين تماما وهي الأخطاء اللي دفعنا تمنا سابقا طب ليه لساتها مستمرة لأنه هيك سيستم وليش الأشخاص يلي مثل حضرتك ومثل كابتن ماهر ومثل أسات زيلي بيحكوا دائما بنفس المطور والباحث عن الحلول ما قدروا يوصلوا لحل شغلتين استاذ باعثي الفن والرياضة بحاجة للحل الإبداعية لا يكفي أن تكون بس حل المشكلة التنظيمية مهم أيضا فاقد الشيء لا يعطي بمعنى أنا اليوم زمني رياضي وكنت إداري جيد ببعض المناصب بنجح لما إذا كان فيه رياضي وإداري وفيه قرار فني لازم يكون بيجمع باتنين اليوم على مستوى الإدارة ما طورنا أفرادنا نهائيا وكل إنسان بيعود على الكرسي بيحاول يقتل اللي ورح تمحرج يأخذ الكرسي منه وهي ثقافة موجودة طبعا فوان كابتن طريف كل الناس تقول هذا الكلام كل الناس تقول هذا الكلام طالما هي خارج المنظومة مجرد أن دخلت له وصارت جزء منه بتبطل تحكي بهذا النفس أنا حم بحكيك عن حالي تمام تمام وأنا عم بحكي بالكلام اللي منسمعه من كتير أسماء العلاقة يعني منسمع هذا الكلام مجرد وصل إلى مكان ما نسمع كلام تاني أو بيختلف نفسه هلأ حعطيك أنا عن حالي شو هلي براسي للمستقبل بشأن هذا الموضوع أنا اسمي اتحاد مؤقت أنا اليوم المهمة اللي تكلفت فيها هي شرف لألي أنا هالبلد اللي فضل علي باسل ولكن أنا لا أطمح أن أكون بأحد هذه المناصب ولكن اليوم الضرورة وكبر الراس يعني أنا اليوم بدي فرجي أنه لا نحن قادرين فأنا كنت يقولولي أنت عم تنظر تعال فرجينا على أرض الواقع شو بتقدر تعمل أنا هذا التحدي هلي كان هدفي أول شي سوريا هلي إلى فضل تاني شي تحدي للناس هلي كانوا عم بيشتغلوا لأنني كنت أكتر الناقضين لهم تالت شي الشغف اللعبة هدول الثلاث شغلات اللي يخلوني إيجي أنا اليوم أنا عم بقلك وهلأ من منظرك إذا أنا لم أنجح في فوز بإحدى المبارايتين سأقدم استقالتي آه تمام ليش خلص أنا عملت مرحلة كتير منيحة بيجي حدا وراي بيكمل اليوم ولا أطمح للاستمرار ولا أطمح للاستمرار اليوم أنا أخدتني رياضة كتير وعطتني كتير اليوم أنا هيك بشوف إذا ما نجحت ما لازم استمر خلي حدا غير يجي استمر مين بترشي أي حدا سميلي أي حدا عنده شغف وعنده محبة سميلي ما بقدر سميه يعني في أسماء أكيد في مجموعة منيحة من الأسماء الخيارات طبعا باسل هو عتفكر حدا يقول أنه طريف ماله بديل أو حدا ماله بديل كل الناس عنده بديل طبعا يعني والمواهب والخبرات طبيعة الحياة بكل الأحوال حتى إداريا يعني فنحنا نحنا لازم نطور الكادر وأنا هالي اشتغلت عليه بيهي سفراتنا كلها كان يقولولي رايحين رياح سياحة واستيار ليش أخد كل هالناس معك أول شغلة نحنا بيعرف الكابتن ماير أخدت حكمين وصار عنا فريق إدارة منيح أخدنا مدربين اليوم العملية هي كوادر ما تقول ما عنا هالي على الأرض موجود ما بيعرف علمه ونقدر نمشي نقدر نقدر نمشي طبعا نقدر كابتن ماير الموضوع اللي تفضل فيه كابتن طريف أنه دائما الأشخاص يعني بيلولك أنه بس توصل للمكان فرجينا شو فيك تعمل يعني فيه نوع من التحدي وكأنه فيه حالة مسبقة باليقين أنه ما رح تقدر تعمل شي ما رح تقدر تساوي شي عم تنتقد لأنك بعيد بس ما بتصير بالمكان ما رح تقدر تغير قدي هيدا الفكر السلبي إذا بنا نسميه هيك يعني كمان متغلغل بالمفاصل الرياضية أول شيء أستاذ باسل فيه نقطة كثير مهمة أنه نحن اليوم الشعب السوري عنده شغف مرعب للرياضة هذا الشغف للرياضة هو سلاح زو حدين من محل اليوم بتحسه أنه هو يطمح للكمالية بالرياضة والكمالية بالرياضة اليوم لا يمكن أن تصير مستحيلة تصير ولا في أي دولة بالعالم ممكن يكون عندها كمالية بالرياضة لما بالك دولة اليوم نحن كان علينا حرب ظالمة ومؤامرة والحمد لله قدرنا تقريبا نقول تسعين بالمئة لخمسة وتسعين مئة اشتزناها والبلد بمرحلة التعافي اليوم في ناس أنا بقل لك بكل صراحة فرحت لأنه خسرنا مع قطر فرحت لأنه صرنا مع قطر ليش لأنهن مثلا ما بيحبوا طريف قطر مع الاحترام لإسمه الكبير وفي ناس اليوم مبسطة طرحة لأنه ربحنا على إيران يعني اليوم الفوز على إيران أنا دائما بقول الله من فوق بيحميه لهي البلد ربحنا على إيران اليوم إجا بتوفيق من الله وتحب العالم اللي كانت موجودة على الأرض لأنه نحن نقدر نعمل سوريا بتقدر تعمل سوريا ولادة للمواهب لا يمكن بمحلنا المحلات متى ما حكى الكابتن طريف نو والله راح كابتن طريف قطر ما في حدا بديله لا أبدا سوريا ولادة للمواهب دائما ولادة للفكر الإبداعي وعنده أشخاص اليوم نحن إذا نتطلع حلقة دول العالم كله ياتا ما بتلاقي دولة أنا هلأ إذا نفتحنا وإياك نعمل سيرتشينج عن نيت ما بتلاقي دولة ما فيها مبدع أصله سوري أيا كان طبيعة الحال فبشكل طبيعي اليوم أنت ما فيك ما فيك توحد ثقافة الأشخاص كلها ياتون محبين للرياضة على رأي واحد دائما في أراء مختلفة ومتباينة بس بيكون في أراء بس ما بيكون في استفافاتها الأتحادة واضحة أو أوقات تصل للجمهور اليوم مقتل القيادة الرياضية أخذت قرار بأنه اليوم لازم ربان السفينة الرياضية بسوريا يكون البطل العالمي في راسه مع الله في أشخاص ما عجبه هذا الكلام لأنه كابتن في راس حدا يضون ضيفه وكابتن في راس استخذ قرار بيكون في اتحاد كلها تسلي مؤقت بعدما استقال الاتحاد السابق في ناس ما عجبه هات القرار لأنه بيعرفون اليوم احترامي للأسماء علاء وطريف وسلام بس بصير بس بيصوبوا باتجاه الأسماء ما عنده مش كلي يصوب باتجاه الأسماء هو بالنهاية اليوم أحيانا المصالح الشخصية تضغى على ما هو مفروض يكون موجود شو ممكن تكون المصالح الشخصية بتراجع يعني هو مثلا ممكن بحل من المحلات يحس حاله أنه يستحق هذا المنصب أكتر من طريف قوتراش فأنا ليش أنا مثلا محل طريف بغض النظر كنت عم تحكي عن نقطة بس أنا بدي هيك نوه عليها صغيرة قائد الوطن الله يطول بعمره وقت اللي أصدر المرسوم التشريعي تماني نازم العمل الاتحاد الرياضي العام كان بهذاك الوقت هذا المرسوم يتناسب مع عام 2014 لرياضة البلد لقيادة دفت رياضة البلد بهذا الوقت اليوم من فترة كنا منحكي مع الكباتين باتحاد كل التسلي وحتى تلن وصلوا المسج للاستاذ في رأس نحن بحاجة اليوم في كتير مفاصل يجب أن يتم تغيير ما حدد بالمرسوم رقم 8 فيه مثلا يعني مثلا تابعية الصالات في كورية بسوريا اليوم الصالات اللي هي لوزارة التربية بتتبع لوزارة التربية صالاتي بتتبع اتحاد الرياضي بتتبع اتحاد الرياضي العام لا خلي اليوم تابعية طبعا المرسوم نظم عمل اللجنة الولمبية السورية والاندية والآخر اليوم بالفين وواحد وعشرين أنا برأيي صار في حاجة لتطوير هاي المفاهيم والتعاريف الموجودة بالمرسوم رقم 8 بحاجة اليوم نحن لنطلق نطلق يدين التصرف بصيانات ميزانيات موازنات موازنة اللي عم تجي من الدولة اليوم بمحلنا المحلات الموازنة صيانة سلط الفيحاء اجت اكسترا اضافة عموازنة الاتحاد الرياضي العام لانه نحن كاننا المفروض نستضيف النافذة بعدين الاتحاد دولي حسب البروتوكول لغى الاستضافة بسوريا واستمر بقطر لازم اليوم نلاقي حلول نفتح افق الابداع امام الاتحاد الرياضي وخاصة بوجود اليوم انا برأي فرصة تاريخية بسوريا وجود استاذ فراس وجود اعضاء اتحاد كوريا تسلم ومؤقتين حابين يشتغلوا ويعملوا شي خلونا نستفيد من هاي الفرصة ونقدر نأسس نأسس قاعدة قوية نبني عليها مستقبلا مين ما بده يجي يجي ومين ما بده يروح يروح لكن صار في قاعدة نصام داخلي هذا بده تعديلات تشيعية كمان جزء مننا هلا كابتن طريف هو كان عضو مجلس شعب صالح ولهيك عمقول يعني الامور التشيعية كابتن طريف قديش ممكن تكون تساعد بحل وتطوير متل ما أنا يعني ما كان ينطبق على سبع سنوات يمكن من قبل هلأ بده تغيير خليني يكون صريح هو وجود الرغبة عند الاشخاص اليوم كعضاء مجلس شعب كعضو مجلس شعب سابق انا حاولت كتير جهدي ولكن اللي كان مسؤول عن هالعملية ما كان له الرغبة اليوم انت بتقدر تقدم مشروع قانون لغير ويصير قانون برأك ليش ما كان في رغبة بالتغيير المصالح المصالح يعني اليوم استاذ باسل لازم نؤمن انه عملنا جماعي الفرد لحاله ما بيقدر ما بيقدر يساوي اليوم وتختار اجنحة غاوية بفريق العمل تبعك بتطير وتختار اجنحة ضعيفة اليوم انا اول ما اجيت اول شخصين فكرت فيهم اني محمد ابو سعدة وانور عبدالحي بالاضافة لعلاء جوخ استاذ علاء وسلام علاء كل هدول اسامي ولكن انا بفريق العمل تبعي جبت انور ومحمد لاني انا بكبر فيهم تماما فما تخاف يعني انا اليوم مين اللي بيخاف اللي بخايف انه هذا تمام هلا انت هيك دا تشتغل هلا انحنا مقصرين تشريعيا كتير كتير مقصرين المرسوم بيتغير المرسوم ما انه قرآن ولا انجيل السيد الرئيس ما عنده اي مشكلة لتطوير اي شيء لصالح البلد وتقدم مرسوم صحيح وفي اسباب موجبة لأله بسير ما في خوف بس بدك الشخص اللي ما يخاف وقته يدخل على هذا المشروع يقول انا 1 2 3 4 5 انا وقت اجيت كنت قبل ما اجي حاطة السلسوم اللي بدي اشتغل فيه وكيف لازم كيف بدي اقنع ثلاثة اميركاني جوعة سوريا بهذا المهمة صعبة وكيف تختار هدول الاشخاص يكونوا بيناسبوك ويكونوا مناه وكيف تطلع الميزانية المادية تبعا قديش تتناسب مع وضعنا اليوم جورج كيل جبناه بمبلغ معين واتصرنا بقطر ونعرض عليه ثلاثة اضعاف هذا المبلغ قديش انت قادر بعقده ضابط هذا الموضوع وكذا هذا كله بده شغل وهذا في فريق عمل عند يشتغل ابدا اتحاد كنت سلي على سلام طريف ياد سباعي فريق العمل هذا اليوم واتعد تحكيه على الطاولة ونتناقش ونتقاتل ونختلف ونحط وكذا بعدين نصل لقرار رأي ثلاثة اشخاص احسن الشخص كيف علاقتكم مع الاتحاد السابق انا سيئة جدا والبقي انا بحكي شو سيئة جدا ما هو على مستوى الشخص لا على مستوى الخلاف بوجهات النظر وقاليات العمل لا استاذ باسل انا اليوم ادى عشر سنة من هالعمل عم 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 هذا اللاعب تعرفه يعرف عاداتك وتقاليدك تعرف شخصيته نيح ممنيح مصاب ممصاب مو بجيبه قبل المباراة بثلاثة يوم بقول له تعال عاب فانا قبل ما جبته شهر شفته درسته عادت معه أكلته شربت وتمرن وحالته الصحية وكذا قدرنا نطلع بمنتج جيد جدا حتى العلاقته مع اللاعبين صارت كتير كويس اليوم المدرب وقت عالانستجرام عم بيتابعك اللاعب هذا بيعطيك باس النوع انت وشخص انت مديرك عم بيتابعك بحسسك باهميتك هذا كان منهم موجود هذا خلافي خلافي الكبير ما بتندار الشخص بفردين هي مجموعة اسمه اتحاد كوريتس اللي يتألف من سبع أشخاص أو تسع أشخاص اسمه اتحاد كان في استئثار بالقرار مليون بالمئة نعم مليون ولا سماع للقرار للرأي الآخر للرأي الآخر التبارو وهو صنفنا فاشلين يعني رئيس الاتحاد السابق ممكن هلا حيكون موجود مع أكثر صنف طريف قوترش وانا وراب الحي فاشلين بتصريح له من المعيب هاد الحقيقة على كل بتصور كل الناس المستمعين يتفقون على انه عنا رغبة كبيرة بانه كرة السلة ترجع للشكل اللي نحنا بنحبه يعني بلشنا نشوف هذا الشي بالفترة الأخيرة كان بقع انقطاع طويل بلشت الناس ترجع تستمتع بمتابعات كرة السلة وتننطر يعني وكنا دايما نسأل حالنا اخي ايما بده يرجع يطلع لنا نجوم حقيقيين بكرة السلة موجودين مصادفهم بالحياة واصدقائنا وبالاندية في اسماء كتير منيحة وكتير مهمة وكتير مهوبة بس فعلا المشاكل ما بنا نحمل كل شي للحرب لانه بنتيجة الحرب هي تظهر ما هو موجود ما اكتر والاقل بس انا قلي تعبيق انا بس عفوا اليوم باسل انا حلمي كطريف وكاتحاد كرة السلة قصر لبطولة العالم هذا حلم ما حدا بقدر وقف لي هذا الحلم اليوم هدفي اني فوز ع سعودية وقطر ولكن هاي رياضة فوز وخسارة قديش انت شغل انا ما بقدر اعمل كم من التفاؤل الكبير انا عالطول بدي حص بالبالانس توازن توازن فانا بتمنى من الكل هدفنا وحلمنا نحنا عملنا الخطوة الاولى وهلا عم ننتزل الخطوة التانية فنحنا ازا ما نجحنا بس عملنا خطوة خلي حدا يجي يكمل فانا بتمنى من الكل هالبي سمعوا لعبة ايران صارت من الماضي اليوم عنا لعبة سعودية وقطر بيخلصوا صاروا من الماضي هيك الرياضة وهنا نحنا رفعنا السقف استاذ باسل وقت نحنا ربحنا ع ايران انه فريق خسران 48 نقطة قبل اربعة شهر تجي تربح انت غيرت فكلهم عم بيشتغلوا فانا بديتوقع الخصم تبعي وبدك توقع الامكانية ايضا الاكبر فانا عطول لازم فكر بواقعي هلا هو ربحنا على ايران بكل الحالات خربت نتائج المجموعة كلها يعني دخل الحسابات كانت غير محسوبة نهائيا اضطر المنتخب الايراني يستعين بكامل نجومه هلا بالنافذة اللي بدو يلعبها مستقبلا اللي بدي اقوله انا ع السريع مشان ما اخده كتير من الوقت اللي بيتفرج على كأس الاتحاد للناشئين والناشئات اللي حدث بمدينة الفيحاء قبل شهر اهل خمسة عشر يوم بيعرف انه سوريا فيها مواهب اه مواهب كتير مهمة وكتير وكتير كويسة لكن بحاجة للرعاية اليوم اه انا مع اللي حكاها كابتن ضريف هو عم يحكيه من موقعه كعضو اتحاد كرة تسلة مؤقت اه اه نحنا اليوم لازم يكون في عنا بلانس اه رايحين نلعب كرة تسلة انا بدي اقول له ولله ولكل اعضاء اتحاد كرة تسلة بصفتي احد مشجعين هذا المنتخب وابن هالبلد هاي اه نحنا كلنا ثقة انه رح نروح نربح قطر والسعودية ان شاء الله وانا متأكد رح تخلوا الفرحة سورية ورح ارجع ذكرك استاذ باسل باللعب القادمة كيف رح يرفرف العالم السوري على ارض ملعب الغرافة بقطر ان شاء الله نكون سعيدين اكيد باي انجاز جديد بحقه المنتخب السوري شكرا لحضوركم معنا اهلا وسهلا في كابتن طريف قطر شرفتنا يعني مكانك دائما انت صديق وغالي وشخص محترم جدا شكرا لحضورك الكابتن ماهر ابو هيلاني اكيد شكرا لحضورك معنا شرفتني بحلقة اليوم فاصل قصير جدا ونستكمل هذا النقاش في المختار عم نحكي عن كرة السلة في سوريا نتابع في المختار وايضا عم نحكي عن كرة السلة في ملفنا اليوم ومعي في السوديو نضم إلنا الكابتن جلال نقرش رئيس الاتحاد كرة السلة السابق وكان يعني لاعب في نادي الجيش كل الناس تتابعه استقال من منصبه كرئيس الاتحاد في 22 أب 20 أهلا وسهلا في كابتن جلال شرفتنا مشاكل كرة السلة في سوريا منى وليدة اللحظة يعني مشاكل قديمة اتهم اتحادك على وقتك انه لم يستطع انه يحرك ساكن في المياه الراكدة كيف وجهت هذا الاتحام؟ الحقيقة هذا الاتحام اسمعته لأكثر من مرة وبأكثر من منبر إعلامي الحقيقة كان هدف الاتحاد بالمرحلة اللي استلمنا فيها وبالاتحادات أنا كنت رئيس اتحاد لثلاث فترات انتخبت لثلاث فترات بانتخابات ديمقراطية نجحت فيها ترقست اتحاد لمدة عشر سنة بفترة كتير صعبة مرت على سوريا من كافة الظروف ياللي الكل اللي بيعرفها كان عنا هدف اساسي هو استمرارية اللعبة استمرارية اللعبة كان هدفنا الاساسي ضمن المعطيات وضمن الامكانيات المتوفرة على ارض الواقع اليوم الظروف اختلفت بسوريا والحقيقة اللي عم يصير هو حالة ايجابية اليوم اكيد انا معه مؤيد الى لازم تستمر لانه انا شايف انه ماشي خاصة المنتخب بطريق صحيح يعني الان ترى انه المنتخب يمشي بطريق صحيح اكيد اكيد كانت البداية من اتحادنا اتحاد السابق اللي كان البداية هي الفوز على السعودية بارض السعودية وبدون لاعب مجنس هي نقطة البداية بعدين اجي الاتحاد المؤقت استلم دفة اللعبة ودعم الفريق بلاعب مميز جدا اللي هو اللاعب الاجنبي اللي كان متل ما بيقولوا هو بيضة الابان بالمنتخب يلي كان افضل لاعب بكل التجمع يلي صار بالدوحة بقطر وهذا اثر على نتائج المنتخب وقدرنا نفوز على ايران يلي الحقيقة هو فوز كتير مهم صرنا نحنا اكتر من خمسة عشر سنة ما ربحنا على ايران اه وكانت حالة ايجابية واتمنى انه يستمر المنتخب بهالنفس وبهالعمل يلي عم يصير لا النافذة القادمة ونقدر نتخطى اه ونربح مباراة شو امكانيات الاتحاد المؤقت ما كانت موجودة باتحادك اكيد اكيد هون الفرق اليوم نحنا انا اسمعت اللقاء تبع الكابتن طريف والكابتن ماهر ابو هيلاني اسمعته بالتفصيل وانا عم بالانتظار اه في نقطة مهمة جدا اه انه ما بطر اولا اه اه او الكابتن طريفي اللي هو مسؤول على المنتخبات ما بطر اولا هو توجه نحو الشق الاداري نعم اه لكن اه انا وجهة نظري انه في حالة جديدة اه عم عم تعيشها كرة السلة السورية اللي هي الامكانيات المادية اه اليوم نحنا بنعرف انه المال هو عصب الرياضة اليوم المال المتوفر اه بهالمرحلة ما كان متوفر اه خلال ادى عشر سنة او العشر سنوات السابقين يلي كنا نحنا مستلمين اه اليوم صار في عنا اه معسكر طويل لمدة شهر اه خارج سورية اه زائد اه عدد اه البعسة اللي طلعت كان كمان عدد كبير نحنا ما كنا دائما محصورين بسبطاش او ستاش حسب الانظمة اه وكنا اذا بننظيف اي شخص تاني كان لازم يندفع عليه المال المتوفر اليوم سهل كتير اه سهل كتير العمل اه والحقيقة كان له دور ايجابي دور ايجابي بانتقاء اللاعب اه دور ايجابي بوجود المدرب الاجنبي الحالة بشكل عام اللاعبين مبسوطين نحنا لما ربحنا ع السعودية بارض السعودية بدون لاعب مجنس قدمنا له مكافآت لللاعبين لكن كانت مكافآت متواضعة يعني اليوم اندفع مكافآة لللاعبين عشر اضعاف لما دفع قبل بثلتة شهر يعني انا اللي بدي وضحه اليوم بهاللقاء مع حضرتك انه العمل اللي عم يصير ما هو وليد اللحظة هو استمرارية لعمل الاتحاد يعني تقول حضرتك انه فيه تأسيس وما يحدث اليوم هو على شيء مؤسس له اكيد اكيد ما حدا عنده العصة السحرية لبين يوم والتانين بس تعرف كابتن جلال يقول لك الناس انه الموضوع الاداري موضوع اساسي يعني عندما في طريقة الادارة طريقة تفكيرك بالامور وتحليلك الالة وكيف ممكن تغير الموطيات هذا موضوع اداري ما لعلاقة بالموضوع المادي وهذا كان يؤخذ علاقة كيف بدك تنفذ انت افكارك او خططك اذا غير متوفر المال يعني بابسط الامور نحن بالمرحلة السابقة كنا تعرف انت هيكلية الرياضية بسوريا مرتبطة بمنظمة الاتحاد الرياضي العام يعني اي اتحاد لأي لعبة كانت مو بس كرة السلة يعمل على ايقاع المكتب التنفيذي والامكانيات المتوفرة اليوم في دعم حكومي كبير للمكتب التنفيذي الحالي بقيادة الاساس في راسم علا اللي هو بالاصل انسان رياضي وحابب يعمل شيء ويترك بصمة بالرياضة السورية نحن كنا بمرحلة آسية كتير كنا نتحاسب على طعم زيادة او بوطل اللاعبين او يوم زيادة بمعسكر فسر لي ليش كابتن جلال ليش لانه ما كان في حسب نحن التوجيهات اللي تجينا من القيادة الرياضية بوقتها ما كان متوفر المال الكافي كيف توفر بعضين؟ توفر اليوم بسبب دعم حكومي وهذا حالة ايجابية هاي حالة ايجابية انا بتمنى يعني بتقول انه اتحادكم ظلم؟ لا ما ظلم اتحادنا عاش ظلم مادية لا 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 احنا تعايشنا مع الظروف بمرحلة آسية مرت فيها سوريا اليوم بلشت سوريا تتعافى هذا شق الشق الثاني المهم هو الحالة العامة الحالة الامنية اليوم بسوريا تحسنت كثير يعني في فرق بما نحكي سوريا بالالفين وعشرين وفي سوريا بالالفين واثمعاش الفين وطلطاش الفين واربطاش بس مو كل شيء هذا هذا اثر اثر على اداء اللاعبين على نفسية اللاعبين على تمرينهم على ممارستهم للرياضة على متابعة الجماهيرية على استقبال الدول نحنا كنا نساخر بكل القطاعات بكل القطاعات بس نحنا كنا يعني ما كان في دول طردة تستقبل المنتخب السوري اليوم المنتخب السوري عم يروح وعم يستقبل طبعا برد بأكد انه مو الحالة وليدة اللحظة أو وليدة الثلاثة شهر هي حالة مستمرة نحنا فتحنا البواب لاستقبال البطولات بسوريا واستقبلنا بطولة دولية من عشر شهر بس في بعض الامور ممكن ما يكون العلاقة مباشرة بالجانب المادي يعني العلاقة بتطوير العمل العلاقة بالفرص العلاقة بالإدارة العلاقة حتى بالبنية التشريعية لاتحدثنا عن التشريع انت لاحظ انه النهج المتبع بالاتحاد الحالي المؤقت هو نفسه النهج القديم رئيس الجنة الحكام بنعينه عينوا الاتحاد السابق الأستاذ ماهر أبو هيلاني نفسه المسابقات ماشي بنفس الطريقة وهذا دليل على انه الاتحاد المؤقت لا يقصد مثلا انه من قوسين ان يشيطن الاتحاد السابق يعني ما فيه ما فيه ما فيه رمي على الاتحاد السابق لا لا اكيد 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 بالنهاية نحن رياضيين انا ما انه كابتن جلال اللي عم بيصير بالتصريحات ومنه يعني وصلت الرياضة عنا لمكان ما كان قبل توصله انه صار فيه تصويب تصويب كتير قاسي يعني تجريح في بعض في تجريح انا اه ماني من هالطبع انا اول لقاء اعلامي دعيت لعدة اه لقاءات اعلامية من عدة وسائل اعلامي اول واحد بطلع معه هو حضرتك شرفت ما استقلت انا اه لانه اه ما بدي انزل انا لهالمستوى لمستوى التجريح او مستوى الانتقاد انا اليوم واجبي اذا انا مرياضي وبحب اللعبة واجبي ايد القيادة الرياضية مهما كان لنا مهما كانت صفتها انا اليوم واجبي ادعم انا اليوم ما زلت ما زلت في عمل الرياضي خلينا نوقف خلينا نوقف نقطة نقطة حتى لو كانت انت كرياضي وانت كا اه يعني شخص اختبر العمل في في ميدان كرة السلة على الاقل كرئيس الاتحاد لعشر او احد عشر سنة لو كانت القيادة الرياضية تتصرف بشكل منه صحيح من وجهة نظرك شايف انه في اخطاء في مآخذ كبرى هل بسكر بتوقف معه ام تفتح تفتح اكيد انا اه عفوا الاخطاء واردة بكل عمل وارد اليوم الاتحاد المؤقت في عنده عدة اخطاء مثلا عديدة انا اليوم معني بصدد ما بدي انا اليوم لا احنا اليوم حلقتنا عم نحكي في عن مشاكل كرة تسلي عموما تماما لكن انا اليوم ما بدي يوقف عند الاخطاء لانه اي فريق عملي جديد تمام اه بيستلم اه اكيد رح يوقع باخطاء الاخطاء الادارية يلي يلي نحنا اتهمنا فيها هي اخطاء بسيطة جدا على الاخطاء الادارية اللي عم تصير حاليا من اه تأخير لاعب من اه نسيان لاعب بمكان معين من من اه عقوبات جيت على كرة السلة السورية بسبب اه خرق للبروتوكول الصحي للكورونا بالدوحة اه في عدة شغلات اليوم اه حالة طبيعية والحقيقة مو بس الاتحاد السوري هو اللي تعاقب بسبب الكورونا كمان الاتحاد الايراني الاتحاد العراقي انا اليوم اه 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 ما زلت ما زلت اه ب اه اه عضو اتحاد اسيوي عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الاسيوي ما زلت على تواصل اه بشكل مستمر مع كرة السلة القارية و بسوريا انا بعيد شوي لانه انا حابة بكون داعم من الخارج واذا هنم بحاجة لاي استفسار او اي مساعدة انا اكيد رح كون داعم مهما كان الشخص لو كان اه اه بمرحلة سابقة كان انسان بينتقدني انا ما عندي مشكلة انه هدفي الاساسي هو تطوير كرة السلة ما ممكن انا كون شخص معرقل بالعكس لازم كون مؤيد وانا الحالة اللي صارت مع الفوز على ايران الحقيقة حالة جيدة جدا وهذا رفع رفع اسهم رفع اسهم كرة السلة كرياضة بسوريا وبتمنى كنت بالحقيقة رقميا نحن بعيدا عن العواطف كان اهم بالنسبة انه نربح على قطر من ايران لانه كنا ضمننا التأهل لنهائيات اسيا لكن شاءت الظروف المدرب جديد المجموعة جديدة ما قدرنا نتفوق على الفريق القطري اللي هو اه اضعف قدرنا نتفوق على الفريق الايراني هيك الرياضة اه اه ولكن الحالة ايجابية جدا شو توقعتك بالنسبة لقطر وسعودي انا بعتقد ان نربح يعني لازم نربح نحن ربحنا على السعودية بدون اه اللاعب الاجنبي المميز لازم نكرر الفوز مرة تانية وعلى قطر كمان لازم نربح اسمح لي اخد اتصال بعدها معنا الكابتن عليا نحن بدي مسي مسي عليكي بالخير كابتن عليا اليسين الحكم الدولي وبعتزر اذا طولنا عليكي شوي اهلا وسهلا فيكي الدولي الموجودين وكابتن جلال اه سعيدة كتير نسمع صوتك شكرا كتير عليا وبتمنى لك التوفيق كمان بالتحكيم يلي انتي هلا احد الحكام العاملات على اللايحة الدولية دولية اكيد كابتن عليا اليوم الحكمات الصبايا منو نكتار في سوريا جزء من مشاكل كرة تسلي عموما التحكيم خصوصا وقلة يعني السيدات في موضوع التحكيم اه تحدثنا قبل قليل عن تطوير عمل الحكام وعن الشيء اللي عم بيصير مؤخرا عن طريق الاتحاد المؤقت ادي شفتي انه في فرق فعلا حقيقي بالنسبة لعملكم هلا هو الموضوع ثقين مسئولية على الاتحاد كاتحاد مسئول عن اللعبة واتحاد عام طبعا مسئولية تقع على الاسرة الاصغر باسرة الكرة تسليل هي الحكام نعم لحد كبير اه الاتحاد قدر بهاي الفترة الماضية انه يحل كتير من مشاكل الحكام اه فيبقى الدور علينا نحن كحكام كيف نقدر نطور حالنا وامكانياتنا اللعبة عم تطور بشكل مخيف القوانين عم تتعدل بسرعة كبيرة اه بيكانيكيا اه فنيا كيف فيت عالي تغييرات وفيت تطورات فالحكام حتى يقدر فعلا يكون فاعل وفعال بانه يطور اللعبة لازم يضل على update بشكل دائم ويشتغل على حاله ويطور حاله انا ابدا ما بقدر انكر انه في جهد ثابت اه في جهد مميز جدا للاتحاد المؤقت هلا بدعم الحكام وبحل اغلب الصعوبات اه اللي كانوا عم بيعانوا منا اه وبتفق كتير مع استاذ جلال انه في بمرحلة كان يعني احنا اهل اهل اللعبة واهل الاتحاد نعرف كير منيح وين كانت هاي الصعوبات وكيف كانت وشو السبب في نظام مالي معقد الاتحاد كان عم بيتخبط فيه فكان بس ممكن حدا يقل لك كابتن عاليا طيب كيف فينا يعني فجأة تنحل المشاكل يعني عصى صحرية كان فيه هاي هون اللقطة انا ما بقدر جاوب عليها يمكن المعنيين هلا بالاتحاد بيقلوا هون يجاوبوا علي بجوز اه ادروا اي انا انا قلت يعني في بداية الحديث انه يعني اكيد العلاقات اكيد الرؤية ممكن تختار يعني طبعا هلا فيه اتحاد اه نشيط عم بيشتغل عم بيواكب التطورات عم بيتابع عم بيقدم فعلا اه اه شي اللي لازم يتقدم لأفراد الموجودين بهاي اللعبة يعني يعني اليوم عم عم متأكدي انه انتي متفائلة كابتن عليا يعني انتي ما منقدر مننكر انه فيه جهد مختلف وفيه آلية عمل مختلفة عم نشوفها بس هلا فيه فيه نقطة كتير مهمة كمان انا ببقى اقول استاذ جلالة عليا لانه انت انت ليكون في عندك ادارة ليكون في عندك تخطيط تخطيط يعني فيه اهداف فيه رؤية هدول كلهم يتطلبوا مادة هلا كيف ادر الاتحاد المؤقت يقدر فعلا انه يساعدنا بهذا الموضوع انا ما عندي جواب بصراحة متل ما قلت بجوز علاقات بجوز معارس بجوز احيانا مالي يعني بجوز اصرار على المواضيع بجوز في ممكن هني هني بيدروا فعلا يعطوك الجواب الشافي لهذا الموضوع بس قلتلك انه هن قدموا كتير تسهيلات جاوبوا كتير معنا مع الصعوبات بشكل عام بتعنيه اسرة التحليم كابتن ماهر ابو هيلاني بشكل دقوب وبشكل مستمر كان مع الاتحاد السابق والاتحاد الحالي عم بتابع المواضيع فازلك فيه دور هلا علينا كبير نحن كحكام سعلا نضل على قدر من المسؤولية ونهتم بحالنا نهتم بموضوع لياقصنا البدنية بموضوع تطويرنا الفني بموضوع بهادول بموضوع الميكانيكي كحكام انه حتى فعلا نكون عنصر فعال بتطوير هاي اللعبة هي فعلا بلش تاخد خطوات يعني مو على كل الفئات ولكن مبدئيا بفئة الرجال عم ببلش كون فعلا في فرق وعم نلاحظ في تطور في فتر هاي اللعبة انا بتمنى لك كل التوفيق وسعيد بهي نبرة التفاؤل اللي عم بسمع بصوتك مبسوط فيها بغض النظر كيف المهم ان نصل الى المكان اللي بتتمنوه هي ما يقصة بس تفاؤل هي قصة انت اذا شغلة الشغلة اللي عم تشتغلها بتحبها فانت دائما بيكون عندك حافظ ودافع لحتى تتحسن وتتطور وتقدم احسن شي عندك فيها فهي هاي القصة يعني بشكريك بشكريك لدعم فكلو بيصد بخانة النجاح شكرا جزيلا لقلك وكنت سعيد انك انضمتي لقلنا الحكم الدولي الكابتن علي الياسين ورح تابع حواري مع رئيس اتحاد كرة سلة السابقة الكابتن جلال نقرش ولكن سبحونا نتوقف لفاصل ونرجع نتابع ونتحدث عن ملف كرة سلة في سوريا وأتابع مع ضيفي في الستوديو الكابتن جلال نقرش كابتن جلال كتاب تتفضل قبل ما ناخد الكابتن علي كمان حكيت لي عن الوقت الصعب يلي الاتحاد مر فيه وقلت لي انه اليوم ما فينا نقارن يعني الظروف الحالية بالظروف اللي كانت 2014 وال2015 وال2017 هاي الظروف هي اللي كانت سبب انه مثلا ما قدرنا نعمل معسكرات تدريبية انه ما قدرنا نعمل دورات تأهيل اعادة تأهيل للحكام مثلا وحتى متابعة لموضوع التدريب او حتى استقدام لاعب اجنبي او لاعب مجنس يعني كل هاي الظروف هي اللي كانت تمنع التحرك اكيد نحنا اول ما سلم الاتحاد بالالفين وعشرة اول شغلة عملناها لاحظنا انه في ضعف بمستوى المدربين من استقطبنا مو مدرب واحد جبنا خمس مدربين اجانب اول حالة بتصير بالشرق الاوسط استدعينا خمس مدربين اجانب وزعناهم على المحافظات السورية لرفع من سوية المدربين السوريين ودورات حكام يمكن انا بعتقد استاذ ماهر ابو هيلاني رئيسية الحكام نسي او يعني ما بعرف مرت عليه نحنا عملنا دورات للحكام بشكل مستمر وبوجوده هو يعني هو كان يعمل دورات وقبل ما يجي هو كمان عملنا دورات لكن مو بهالكسافة وبهالرخاء الموجود حاليا يعني كانوا يجوا الحكام يوم يومين ياخدوا المستجدات طبع التحكيم ويمشوا وبالفعل كان السيد ماهر ابو هيلاني هو يحط من جيبته الخاص لحتى يدفع لحتى يتم مو بس هو في عدة اشخاص كمان دفعوا كتير هاي يعني نوع من المحبة والولاء والاخلاص لكن الحالة ردا على سؤالك الحالة بشكل عام كان الى تأثير كبير على مسار اللعبة بشكل عام لكن قدرنا نحن ما في مشاركة خارجية تأخر عننا المنتخب السوري الا ما شاركنا على الصعيد الدولي وليس العربي كنا محرومين نحن قدرنا نكسر الحظر بعلاقاتنا مع الاتحادات العربية قدرنا نكسر الحظر وهلأ فينا نشارك بالبطولات العربية قدرنا نستقبل بطولات بسوريا ونشارك كمان بأي بطولة ودية ممكن تصير برا ونندعى عليها هذا الشيء ايجابي ولكن الحالة العامة اثرت بس ما اثرت متل ما تفضلت انت بس عرياضة اثرت على الصحة اثرت على الثقافة اثرت على الحالة الاقتصادية بالبلد لذلك اليوم مع تعافي سورية واتجاهها نحو الافضل اكيد هذا الشيء رح ينعكس على الرياضة السورية وعلى كرة السلة وجود اشخاص اليوم قائمين رياضيين متابعين مثل خلينا نبلش برأس الهرام الاستاذ فراس معلا مثل الاستاذ علاء جوخجي مثل الكابتن طريف مثل انور عبد الحي اكيد هدول وجوده نحنا دعيناهم بالمرات السابقة لحتى يتعاونوا معنا لكن كان اه كان دخول وخروج دخول وخروج ليش ليش كابتن جرامل يعني خلينا نسمي الامور وسما في خطين في مدرستين في اتجاهين في رأيين لا 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 شوف في حزبين بكرة السلة لا 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 كيف لا كيف لا شوف اليوم اليوم اه تحضير المنتخب ما في ما في اتنين بيختلفوا عليه اه تحضير اي منتخب وياللي ما بيعرف يفتح الانترنت وبيقرى كيف يتحضر منتخب لا انا بقصد لا لا يعني اليوم ما في مجال لا اه ما في خلل النهج نفسه ما اختلف النهج اختلفت الموارد المادية بس اليوم نحنا جبنا لاعب اجنبي بألف ومئتين دولار تمام وجبنا لاعب تاني رفض يجي على سوريا تمام ورفض يروح على على ايران ورفض يروح على الاردن لاسباب امنية متعلقة بجنسيته وهرب اه تمام الحالة اليوم مختلفة صار اللاعب الاجنبي يجي لعنا يعود عنا نحنا قدرنا نجيب كمان لاعب اجنبي يعني كانت الظروف اه مختلفة اليوم المعطيات افضل وهذا الشي بيسعدني يعني انا اليوم سعيد اللي اللي عم يصيره بتمنى يكون الافضل لسه لقدام يعني اذا سألتك كابتن جلال واكيد انت خلال عشر سنوات منطقيا حاولت حاولت انه تكسر يمكن بعض الامور السابقية الحواجز العقبات اكيد اكيد مو بس انا الاتحاد كامل بكل احوال ولك كرئيس الاتحاد اذا سألتك اخفاقاتك كانت وين اخفاقات الاتحاد كانت وين اذا مسألنا ثلاث نقاط اخفقنا فيهم كاتحاد اخفاقات الاتحاد السابق اا اا يعني اا اكيد بكل عمل في اخفاقات يعني ما في ما في شيء معين بجوز بالضغط او بطلب زائد على المكتب التنفيذي يلي هو المسؤول عن الرياضة بسوريا يلي هو المورد المالي يلي هو داعم المالي للرياضة باعتقد انا اا اا نحنا مشينا مع المكتب التنفيذي حسب الوتيرة او حسب الايقاعي اللي هنين اا رسمونا يا فاردينو كان لازم نكون اقسى وبالفعل كان في عدة عدة حوارات قاسية بيننا وبين المكتب التنفيذي لكن الرد كان دائما هاي الامكانيات المادية المتواجدة اكيد 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 الاستاذ في راس ايه بس اكتر من من لما كنت انت ايه اكيد 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 يعني انت بتلاحز لما بتطلع بأسي خمسة وعشرين او ثلاثين شخص على روسيا بيضلوا لفترة شهر غير لما بيطلعوا سبتعشر شخص وفيك تاخد هذا دليل على انه على انه المكتب التنفيذي مؤمن برؤية الاتحاد المؤقت اكثر مما كان مؤمن برؤيتك عندما كنت رئيس الاتحاد اا لا لا انا ما بعتقد انه مؤمن او اا ما بعتقد انه هذا السبب لانه الكمان الاتحاد المكتب التنفيذي السابق كان مؤمن بعمل الاتحاد وكمان الاستاذ فراس انا اشتغلنا مع الاستاذ فراس لفترة اه عدة اشهر وكان مؤمن بعمل الاتحاد وداعم لعمل الاتحاد لكن انا اا يعني بعد تحليل الامور بتصور انه الامكانيات المادية اختلفت اليوم الاستاذ فراس اا في عنده دعم مادي حكومي اا يلي شايفينه نحنا او يلي عم نقرأ على ارض الواقع اكبر بكتير من الامكانيات المادية المتوفرة سابقا وهذا عم يأثر على مسار اللعبة ايجابا انا اليوم ادريت انه في عنا منتخب اا ريشي طالع اا يعسكر بكازان اا في اا لعبة تانية ما بعرفها كمان في عدة منتخبات عم تسافر عم تشارك عم تروح عم تجي بالمرحلة السابقة كمان شاركنا لكن بالحدود الدنيا بالحدود الاقل بالحدود الدنيا اليوم عم نرفع المستوى وهذا شيء ايجابي واكيد رح نحصد نتائجه لقدام يعني سعيد جدا انا بيلي عم يصير برياضة سوريا وبتمنى الاستمرارية ما توقف هالعجلة يعني يضل الاستاذ خراس بيقول مكتب التنفيذي بنفسها النفس مازال الجميع متفق كابتن جلال على الاهداف نفسه الطريقة اا بتختلف شوي بس الهدف واحد ليش ما عم بيكون في تعاون ليه في انقسامات داخل اا صفوف كرة السلة على مستوى الادارات على الاقل ليه وهذا للعالم على على ادارات عفوا الانقسام ما عم نكشف اسرار يعني شو السبب ليه ليه فيها الانقسام وليه انا انا اليوم خارج الاتحاد لما كنت خلال ادعاشر سنة انا استقطبت كافة كوادر كرة السلة يلي هنين اليوم كانوا المنتقدين يعني كان ضيفك الكابتن طريف انا استقطبته الاكثر من مرة واجه على الاتحاد والكابتن انوار والكابتن محمد ومحمد ابو سعدة يعني ما كان ابواب الاتحاد مقفلة لحدا انا اليوم ماني صاحب قرار بكرة السلة السورية انا داعم الى من مركزي من كاتحاد اه اه اسيوي وعم مدعم وبدون ما اتواصل معن ما في تواصل مع الاتحاد لكن قرار التعاون بده يجي من الاتحاد الحالي من المسؤول عن اللعبة انا ما فيني روح وافرض نفسي وقول انه ممكن يصير هيك او ممكن يصير هيك اذا استشاروني انا جاهز انا بخدمة اللعبة انا من اه عندي هوس باللعبة شغف باللعبة اكيد لحتى اه لو مو هيك ما استمرت تحدثت قبل قليل عن بعض الاخطاء يلي اه يعني صارت مع الاتحاد الحالي اه الاخطاء الاستراتيجية بتعتبرها اخطاء عادية لا اخطاء اه عادية اه طبيعية اه هي سببه انه ممكن يكون فيه تغيير بفريق العمل او فريق عمل جديد او كادر جديد اه يعني شغلات اه انا بعتبرها اه عادية اه نحن على زماننا اه كانت عم تتكبر اكتر اعلاميا عم تظهر اكتر لانه كان فيه مجموعة من ال من اه من الاعلاميين يلي كانوا اليوم انا ماني شايف انه عم عم يتحركوا بنفس النفس وهذا شيء ايجابي ما لازم نتحرك لانه اليوم المنتخب الوطني هو المنتخب الوطني اه يلي لازم كلنا نواقف معه لازم نواقف مع الادارة المؤقتة الحالية لحتى نحصد نتائج جيدة اي شيء ممكن يأسر على المنتخب لازم نبعده ونهيئ كل الظروف اه متل ما عم يعملوا الشباب هلا الله يعطيهم العافية هاده الي لازم نحكي اهما اليوم نحكي على العسرات والاخطاء صحيح كل من يعمل يغلط اه ختاما اه كابتن اه رؤيتك الاتحاد كرة السلة لوين رايح اه الحقيقة لوين رايح ما بعرف بس انا شايف انه اه اه اتحاد السلة ماشي اه بي 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 بملف المنتخبات ماشي بشكل صحيح يعني انا بتمنى لهم التوفيق بتمنى انه يستمروا بهالنهج بهالنفس يلي نحنا ما توفرت لنا نفس الامكانيات ولكن اكيد نحكونوا سعيدين اذا هن توفرت لهم حتى لو مية بالمية ايه حتى لو الانجاز يعني ايا يكن اه يعني الانجاز اه هو المعيار عند الجمهور بيبيم معو اه في في نقاط كنا حابين نحكي فيها منا موضوع اللاعب المجنس منا اه بس فاتنا الوقت بس اذا بتحب تمر اللي تمر اللي عليها بشكل سريع بكون ممنونة يعني اللاعب المجنس اصوله سورية ايه هلا في حديث عن فابيان اه لاعب اه لاعب اه هيك الاسم ارجنتيني اه ارجنتيني الاصل من اصوله سورية فابيان سهدي سهدي ايه سهدي ايه الحقيقة الاتحاد الاسيوي عطى موافقة اتحاد دولي عطى موافقة اه مبدئية اه ليلعب اللاعب كلاعب مجنس وليس كلاعب وطني وطلبنا طلب الاتحاد الدولي استكمال الاوراق اليوم بعتقد ان الاتحاد السوري قدم للاتحاد الدولي بعض الاوراق لكن سبتوا احد في عطلة بكرة رح يتم دراسة الملف بالاتحاد الدولي ورح يتم رساله انا بتمنى تكون ايجابية لانه رح يكون قيمة مضافة المطلوب المطلوب هو المتعارف عليه المطلوب دائما انه يكون حاصل على الجنسية السورية او مستعيد الجنسية السورية اه قبل عمر الستعشر سنة اه اليوم انا ماني على الطلاع بالاوراق الي قدمت اليوم ارسلت اليوم اه لكن بكرة بعد بكرة رح يكون في خبر واكيد انا دوري اكيد رح ساعد ورح ادفش لحتى يقدر هاللاعب ينضم للمنتخب لانه ممكن يحقق نجاز او فرق لا لا ممكن يساعد ساعد مجموعة اللاعبين السوريين في رفع المستوى اكتر وتحقيق نتائج هذا اللي منتمنى ومنتمنى التوفيق للجميع بمهماتهم ومنتمنى توفيق لمتخبنا اكيد وشكرا لانك انضميت لانا بحلقة اليوم شكرا وانا سعيد شرفني الكابتن جلال نقرش اهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك اشتركوا في القناة